يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فانوراما الظهور المهدوي الحلقة الحادية والثلاثون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيك إن كنت راغبا في إمامك مرحلة الظهور المهدوي الكلام فيها في مسارين المسار الأول المسار التعريخي إنه تعريخ لما يقع في قادم الأيام تعريخ مستقبلي المسار الثاني مسار التغيير العظيم حيث سأذكر لكم المعطيات التي بين أيدينا في ثقافة العترة الطاهرة التي تخبرنا عن التغيير العظيم الذي سيكون زمن الظهور الشريف بالنسبة للمسار الأول وهو المسار التعريخي حدثتكم في أولا مكة وأحداثها ثانيا المدينة وأحداثها ثالثا العراق وأحداثه رابعا سورية وأحداثها خامسا مصر وأحداثها وأحداثها سادسا حيث وصلت معكم إلى هذا العنوان في الحلقة الماضية فلسطين وأحداثها وقلت من أن مجموعة من العناوين تدور في أجواء فلسطين وأحداثها وهذه العناوين ترتبط فيما بينها من عدة جهات اليهود الدجال الروم القسطنطينية المسيح هذه العناوين مترابطة حدثتكم عن اليهود ولا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام ثم انتقلت إلى الدجال وحدثتكم عن الدجال في اللغة في الثقافة اليهودية والمسيحية في الثقافة السنية والشيعية خلاصة الكلام خلاصة الكلام هناك هناك دجالون الدجال الذي هو دجال اليهود والنصارى هو الأقل خطرا أخطر منه أخطر منه دجال السقيفة بني ساعدة ومر الكلام في هذا وأخطر من دجالي سقيفة بني ساعدة دجال سقيفة بني طوسي إنها السقيفة الألعن السقيفة الأنجس إنها السقيفة التي تنتج لنا آيات الشيطان العظمى إنهم المراجع الطوسيون في النجف وكربل هناك مصنعان هناك مصنعان للدجالين والدجل هما الأقذر عبر التعريخ البشري المصنع الأول سقيفة بني ساعدة والمصنع الثاني سقيفة بني طوسي وسقيفة بني طوسي دجالها أقذر وأنجس وأقبح من كل دجالي العالم من كل دجالي المؤسسات الدينية عبر التعريخ أقذر الدجالين إنهم دجالوا النجف وكربل هكذا وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بأنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فهل هناك من هو أقذر من جيش يزيد نعم إنهم مراجع النجف وكربلاء بشهادة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه والحديث هذا حدثنا به إمامنا الحسن العسكري صلوات وسلام عليه في تفسيره الشريف ومر كل ذلك علينا الأعور الدجال ما هو بكائن بشري ومر الكلام بهذا الخصوص وقرأت عليكم ما قرأت من كلام أمير المؤمنين إلى أن وصلت معكم إلى ما جاء مذكورا في الجزء الثاني من كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران الحديث طويل موطن الحاجة منه في صفحة السابعة والستين بعد المائتين أمير المؤمنين وهو يحدث الأصبغ ابن نباتة عن الدجال حيث يصفه لنا عينه اليمنى ممسوحة ومر الكلام بهذا الخصوص لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام عينه اليمنى ممسوحة والعين الأخرى في جبهته تضيء كأنها كوكب الصبح فيها علقة كأنها ممزوجة بالدم بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل كاتب وأمي يخوض البحار وتسير معه الشمس بين يديه جبل من دخان وخلفه جبل أبيض يرى الناس أنه طعام يخرج حين يخرج في قحط شديد تحته حمار أقمر خطوة حماره ميل تطوى له الأرض منهلا منهلا لا يمر بماء إلا غار إلى يوم القيامة ينادي بأعلى صوته يسمع ما بين الخافقين من الجن والإنس والشياطين يقول إلي أوليائي أنا الذي خلق فسو وقدر فهدى أنا ربكم الأعلى وكذب عدو الله إنه أعوار يطعم الطعام يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وإن ربكم عز وجل ليس بأعوار ولا يطعم ولا يمشي ولا يزول هذه صفات المخلوقين وهي صفات الحضارة التي حدثتكم عنها وأبرز طقس من طقوسها الاستهلاك فنحن كائنات في زماننا هذا قد استعبدت بالاستهلاك في دين هذه الحضارة العورى هذه الحضارة فيها جانب جميل جدا وفيها جانب قبيح جدا فحينما ننتقدها فإننا ننتقد الجانب القبيح منها أما الجانب الجميل فإنه جميل جميل وجميل جدا وإن ربكم عز وجل ليس بأعوار ولا يطعم لا يأكل الطعام ولا يمشي ولا يزول تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا إلى هنا وصلنا في قراءة هذا الحديث سأكمل لكم بقية الحديث ألا وإن أكثر أتباعه يومئذ أولاد الزنا وأصحاب الطيالسة الخضر ليس بالضرورة أن يرتدي أتباعه هذه الملابس كل الكلام رموز تناسب الزمان الذي قيل فيه هذا الكلام الطيالسة هي جمع لطيلسان وطيلسان هو الثوب المنمق الثوب المزبرج الثوب الجميل الثوب الذي يكون غالي الثمان الطيالسة هي الأخرى على أنواع الملوك والأمراء والوزراء والقادة والحكام يلبسون يلبسون الطيالسة كبار القوم علية الناس كبار التجار يلبسون الطيالسة قطعا كل مجموعة لها ملابسها ولها ولها ما يناسبها من الطيالسة وكذلك كبار رجال الدين يلبسون الطيالسة خصوصا حينما يتواصلون مع الملوك والسلاطي إذن هذا اللباس هو لباس كبار القوم من الحكام والسياسيين من التجار ووجهاء القوم ومن كبار رجال الدين ألا وإن أكثر أتباعه يومئذ أولاد الزنة وأصحاب الطيالسة الخضر الإشارة هنا إلى الأغنياء إلى كبار القوم وهؤلاء هم الذين يلتصقون بهذه الحضارة يلتصقون بها في جوانبها القبيحة أكثر مما يلتصقون بجوانبها الجميلة ألا وإن أكثر أتباعه يومئذ أولاد الزنة مثلما أنتجت لنا هذه الحضارة ثقافة الجندر وأنتجت لنا قوانين الجندر وأنتجت لنا الواقعة الاجتماعية الجندري ألا وإن أكثر أتباعه يومئذ أولاد الزنة وأصحاب الطيالسة الخضر يقتله الله عز وجل بالشام المراد من أن قتله يكون بالشام معارك الشام وبالتحديد معركة فلسطين ستكون معركة فاصلة لماذا؟ لأن المسيح سينزل من السماء وتحت نظر جميع دول العالم سيضج العالم المسيحي ستنقلب الدنيا في العالم المسيحي لأنهم يعرفونه هذا هو المسيح هذا هو المسيح وإذا به يكون جنديا في جيش قائم آل محمد سينقلب العالم المسيحي انقلابا هائلة هنا هنا يذبح الجانب القبيح من الحضارة العوراء أما الجانب الجميل سيبقى سيبقى ويزداد جمالا وإشراقا في العصر القائمي حينما تتحدث الأحاديث من أن عيسى المسيح سيقتل الأعور الدجال إنه سيواجه الحضارة الغربية المسيحية أساسا واليهودية في بعض جهاتها سيواجهها بالحقائق والحجج التي لا يمكن لهذه الحضارة أن تقف في وجهه المسيحيون الشعوب المسيحية ستجتمع حوله فماذا تصنع الحكومات الديمقراطية حينئذ يسقط ما في أيديها ستكون مضطرة أن تسير مع شعوبها وهنا هنا سيذبح عيسى المسيح الأعور الدجال هنا سيقضي على الجانب الأعور على الجانب القبيح في هذه الحضارة أما الجانب الجميل سيبقى مشرقا وجميلا مثل ما بيّنت لكم هذا الأعور الدجال عنده عين جميلة إنها كالكوكب الزاهر هذه العين الجميلة تمثل الجانب الجميل من هذه الحضارة لكن الإعورارة هو الذي سيقضي عليه عيسى المسيح وبأمر من إمام زماننا وفي الحقيقة فإن الذي سيقضي على هذه الحضارة العوراء هو إمام زماننا لكن أحاديث المخالفين تصر على أن الذي سيقتل الدجال هو عيسى المسيح هو عيسى المسيح لكنه جندي الذي سيقضي على الحضارة العوراء يقضي على عورارها هو قائم آل محمد وهذا ما يقوله أمير المؤمنين دققوا النظر في كلام أمير المؤمنين وعرفوا الفارق الكبير بين أحاديثنا في كتبنا وبين أحاديث القوم المحرفة من هنا لا أعبأ بها يقتله الله عز وجل أمير المؤمنين نسب القتل إلى الله فكل شيء راجع إلى الله يقتله الله عز وجل بالشام على عقبة تعرف بعقبة أفيق عقبة أفيق هذه في زماننا إذا أردنا أن نشخص موقعها بالدقة إنها في غور الأردن هي في بلاد الشام فالأردن جزء من بلاد الشام وعقبة أفيق هي في غور الأردن والأردن ملتصقة بفلسطين وكلاهما ملتصقان بسورية ولبنان يقتله الله عز وجل بالشام على عقبة تعرف بعقبة أفيق لثلاث ساعات مضت من يوم الجمعة على يدي من يصلي المسيح عيسى بن مريم عليه السلام خلفه على يدي قائم آل محمد يقتله الله عز وجل بالشام على عقبة تعرف بعقبة أفيق لثلاث ساعات مضت من يوم الجمعة على يدي من يصلي المسيح عيسى بن مريم عليه السلام خلفه لأن عيسى المسيح سينزل يوم الجمعة في بيت المقدس كي يكون جنديا في جيش قائم آل محمد أعتقد أن المضامين باتت واضحة فليس هناك من كائن بشري يقال له الأعور الدجال إنها رموز 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 لحضارة عوراء لحضارة فيها جهة جميلة وفيها جهة قبيحة نذهب إلى فاصل صار واضحا لدينا بالإجمال ما هي العلاقة بين اليهود والدجال وأعتقد أن لليهود يدا طولا في تأسيس هذه الحضارة التي وصفت بأنها الأعور الدجال وأيضا لليهود سلطة واضحة في الكثير من جنباتها لما يمتلكونه من القدرات الاقتصادية الهائلة ثم هناك العلاقة المفصلية فيما بين اليهود وسادة هذه الحضارة هذه الحضارة حضارة مسيحية بامتياز صحيح أن الحضارة تأتي نتاجا لتراكم حضاري عبر التاريخ لكن الحضارة المسيحية لابد أن نعترف لها بأنها قد تفوقت على كل الحضارات التي مرت عبر التاريخ كل الحضارات التي مرت من أول حضارة وإلى يومنا هذا كل الحضارات تحمل وجهين وجها جميلا ووجها قبيحا والحضارة المسيحية المعاصرة ما هي بخارجة عن هذا السياخ الحضارات السابقة لها وجه جميل ولها وجه قبيح والحضارة المسيحية المعاصرة كذلك لها وجه جميل ولها وجه قبيح هذه الحضارة تفوقت على كل الحضارات السابقة الدليل ما أحدثته من تغيير في حياة الإنسان بل حتى في حياة الحيوانات بل حتى في ما جرى على الجمادات هذه الحضارة حضارة تفوقت في جميع الاتجاهات على كل الحضارات السابقة قطعا التراكم الحضاري عبر الأجيال الماضية شريك في إيجاد هذه الحضارة إلا أن المسيحيين الذين الذين أسسوا هذه الحضارة المعاصرة تفوقوا على السابقين كثيرا وكثيرا جدا والذي يثبت صحة كلامي زوروا متاحف التأريخ وقارنوا بين ما أنتجته الحضارات السابقة وما أنتجته هذه الحضارة زوروا متاحف التأريخ وزوروا متاحف الحضارة المعاصرة فهناك المتاحف التي تشتمل على ما أنتجته الحضارة المعاصرة زوروا هذه المتاحف وزوروا هذه المعارض وستعرفون حقيقة كلامي من أن الحضارة المعاصرة تفوقت على كل الحضارات السابقة اليهود لهم صلة بهذه الحضارة تأسيسا تطويرا تحكما لكنهم يبقون على الحاشية سادة الحضارة هم المسيحيون وهذا أمر حقيقي واضح يمكننا أن نشخصه من خلال الدول التي تمثل هذه الحضارة إنها دول مسيحية ومن خلال العلماء الذين أنتجوا هذه الحضارة وساهموا في بنائها الأعم الأغلب مسيحيون هناك من ديانات مختلفة هناك من اليهود ومع قلة عدد الأمة اليهودية لأن الدين اليهودية ما هو بدين تبشيري مع قلة عددهم قياسا بسائر الأديان الأخرى إلا أن كثيرا من العلماء الذين ساهموا في بناء هذه الحضارة في وجهها الجميل وفي وجهها القبيح من اليهود هذا أمر لا يخفى على المتتبعين والمطلعين على التأريخ العلمي المعاصر وساهمت الديانات الأخرى أيضا من المسلمين من الهندوس ومن سائر الديانات الأخرى إلا أن مساهماتهم كانت قليلة وقليلة جدا الحظ الأوفر للمسيحيين ومن هنا فإن الحضارة المعاصرة لبست الثوب المسيحي شئنا أم أبينا هذه حضارة المسيحيين إذا تحدثنا عن اليهود وعن الأعور الدجال عن عورار الحضارة المعاصرة التي هي حضارة مسيحية في الآصل لكن الآثار اليهودية موجودة فيها لا يمكن لباحث أن ينكر هذا إذا دقق في التفاصيل ودخل في الكواليس العنوان الثالث الروم وهذا العنوان ما هو ببعيد عن اليهود وما هو ببعيد عن الأعور الدجال عن هذه الحضارة العوراء إذ هذه الحضارة حضارة مسيحية رومية فمن هم الروم الروم في أصلهم هم سكان إيطاليا ونشأت الحضارة الرومية والتي يعبر عنها بالحضارة الرومية وبالحضارة الرومانية نشأت هذه الحضارة مع شقيقتها الحضارة الحضارة اليونانية هذه الحضارة هي التي يمكننا إجمالا أن نقول عنها إنها حضارة الرومان وهي هي حضارة أوروبا والأوروبيون هم الذين أنشأوا الحضارة في العالم الجديد الذين أنشأوا الحضارة في العالم الجديد هم الأوروبيون فهؤلاء هم الروم الروم الذين أنشأوا الحضارة الرومانية وهم الأوروبيون وهم هم الذين أنشأوا الحضارة الجديدة في العالم الجديد إنها الحضارة الأمريكية فقطان أوروبا هم الروم وقطان الولايات المتحدة الأمريكية هم الروم من الذين يتحكمون بدفة البلاد في الولايات المتحدة الأمريكية إنهم الأوروبيون المسيحيون وتحديدا البروتستانت السلطة في أمريكا في جميع اتجاهاتها تخضع للأوروبيين المسيحيين البروتستانت إذن هي هذه الحضارة المسيحية الرومية إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا ثقافة الحضارة الرومانية هي التي تنتشر في العالم إلى يومنا هذا وعلى جميع المستويات إنني أتحدث عن حضارة اليونان وحضارة إيطاليا وهتان الحضارتان مترابطتان لا نستطيع أن نفكك بين هاتين الحضارتين إذا أردنا أن ندرس الزمان والمكان والوقائع والأحداث والتفاصيل السياسية والاجتماعية فضلا عن الجوانب الفكرية والعلمية والفلسفية بشكل خاص لا نستطيع أن نفكك فيما بين الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية وهذه هي الحضارة الأوروبية خلاصة الكلام هذه الحضارة التي تسود العالم الآن هي الحضارة المسيحية الرومانية الرومية فهؤلاء هم الروم الروم سيكون لهم وجود في الزمن القريب من ظهور إمام زماننا سيكون لهم وجود قبل مرحلة الإرهاصات وهذا واضح فإن العالم وقع تحت سلطتهم البرتغاليون الإسبانيون الهولنديون الفرنسيون البريطانيون إلى أن وصلنا إلى الهيمنة الأمريكية على العالم فقد هيمن البرتغاليون على الكثير من المناطق وكذلك الإسبانيون وكذلك الهولنديون وكذلك الفرنسيون وكذلك البريطانيون وتعريخ العالم في القرون المتأخرة إذا أردنا أن ندرسه من القرن الخامس عشر وإلى يومنا فإنه حافل بالوقائع التي يتسيد فيها الأوروبيون المسيحيون هؤلاء هم الروم الروم لهم وجود في منطقة الظهور قبل مرحلة الإرهاصات وبزمن بعيد وسيكونون متواجدين أيضا في مرحلة الإرهاصات وسيكونون متواجدين أيضا في مرحلة العلامات الحتمية وسيكونون متواجدين أيضا في مرحلة مقدمات الظهور وسيكونون متواجدين أيضا في مرحلة الظهور كم ستكون نسبة تواجدهم بالقياس إلى قوتهم الهائلة هذا أمر يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان وبحسب الظروف الموضوعية والملابسات التاريخية أتحدث عن الملابسات التاريخية المستقبلية أحاديث العترة صلوات الله وسلامه عليها حدثتنا عن تواجد الروم لكن التأثير الأكبر لن يكون لهم سيكون لهم من التأثير ما يكون وهذا يكشف لنا أنهم لن يتواجدوا بكل قوتهم لا أبالي بأحاديث المخالفين التي هي أحاديث الأكاذيب وأحاديث الإفتراء تحدثوا كثيرا عن الروم لا شأن لي بأحاديثهم أنا لا أحدثكم إلا بأحاديث العترة الطاهرة أما أحاديث سقيفة بني ساعدة فلا أبالي بها لا أبالي بها لأنها مكذوبة قد عبثوا فيها وكذبوا كثيرا وغيروا الحقائق وهذا هو واقع ديني سقيفة بني ساعد لذا سأجعل نظري متوجها إلى ما جاء عن العترة الطاهرة بهذا الخصوص الأحاديث تخبرنا عن وجود للروم مثل ما حدثتكم قبل قليل وعبر الأزمنة إلى زمن الظهور الشريف لكن الأحاديث تخبرنا أيضا من أن تأثيرهم في الوقائع سيكون محدودا أتحدث عن الوقائع المحسوسة الظاهرة تأثيرهم في الكواليس قطعا تأثير كبير فهم الذين يحكمون العالم أنا هنا لا أتحدث عن الكواليس إذا كان الحديث عن الكواليس فإن الروم المسيحيين هم الذين يحكمون العالم ويحكمون منطقة الظهور لكنني أحدثكم الآن عن الذي يجري على خشبة المسرح فهناك المسرح وهناك الكواليس الكواليس لا يراها المشاهدون إنها تقبع خلف المسرح إنما يرى المشاهدون الحوادث التي تجري على خشبة المسرح التي تكون معروضة للمشاهدين وتكون مرئية للجميع إذن صار واضحا لدينا ما معنى الروم الروم هم الأوروبيون سكان أوروبا الروم هم الأمريكيون إنهم المتحكمون بالولايات المتحدة الأمريكية إنها كندا هذه هي بلاد الروم بلاد الروم كندا والولايات المتحدة الأمريكية أوروبا بكلها ويضاف إلى ذلك أستراليا هذه بلاد الروم إنها بلاد الحضارة المسيحية الرومية المعاصرة بلاد النظام الغربي الأنظمة الغربية المعاصرة هؤلاء هم الروم وهؤلاء هم الذين يتحكمون بمصير البشرية بحسب ظاهر الأمور في عالم السياسة وعالم الاقتصاد وعالم الإعلام وعالم الثقافة وعالم الإنترنت هذا العالم العجيب إنها العلوم والتكنولوجيا وما تخفي من أسرار وما تنتجه من معجزات هي لهم وبأيديهم وهم الذين يتحكمون بها هذا هو الواقع الذي لا يستطيع متتبع ومنصف وعاقل أن ينكر فهناك ارتباط وثيق فيما بين اليهودي والأعور الدجالي إنه عنوان للحضارة المعاصرة والروم فالحضارة المعاصرة حضارة الروم واليهود حين تكونت دولتهم في فلسطين ما استطاعوا أن يكونوها لو لا الروم الروم هم الذين صنعوا إسرائيل دولة إسرائيل ما هي بصنيعة اليهود إنها صنيعة الروم اليهود كانوا عمالا في إنتاج هذا المشروع أما أصل المشروع فإنه من مشاريع الحضارة المسيحية الرومية ومن هنا فإننا نجد صنع هذه الحضارة حريصون على هذا المنتج الذي أنتجوه هناك ترابط وثيق فيما بين اليهود والحضارة المعاصرة التي عبر عنها في الأحاديث بالأعور الدجال والروم وهنا تأتي القسطنطينية التي كانت في يوم من الأيام عاصمة للروم إنها الدولة التي نعرفها بالدولة البيزنطية والدولة البيزنطية هي الدولة الرومية عاصمتها القسطنطينية التي هي في زماننا إسطنبول إسطنبول كانت القسطنطينية كانت عاصمة للدولة البيزنطية التي هي الدولة الرومية ما جاء في الأحاديث من أن المهدي إمام زماننا هو الذي يفتح القسطنطينية هذه الأحاديث رمزية مثلما عنوان الأعور الدجالي عنوان رمزي ومثلما عنوان الروم عنوان رمزي أتعلمون أن أول اتفاق بين الدول الأوروبية للتحرك باتجاه تأسيس الاتحاد الأوروبي أين وقع هذا؟ لقد وقع في روما في بداية الخمسينات أول خطوة أول خطوة لنشأة الاتحاد الأوروبي اجتمعت الدول المعنية بالأمر في روما إذن الخطوة الأولى والقرار الأول لنشأة الاتحاد الأوروبي بدأ من روما فهذا العنوان عنوان الروم عنوان رمزي للذين يعيشون في أوروبا وللذين يعيشون في الدول الأخرى التي أشرت إليها التي هي دول الحضارة الغربية المسيحية الرومية المعاصرة فهذه العناوين ترتبط فيما بينها وتقودنا إلى القسطنطينية الأحاديث التي أخبرتنا من أن الإمام المهدي هو الذي يفتح القسطنطينية إنها لا تتحدث عن إسطنبول الذي فتح القسطنطينية السلطان العثماني الذي عرف بعد ذلك بمحمد الفاتح وفي زمانه هناك من اعتقد بأنه هو الإمام المهدي لأنه قد فتح القسطنطينية القسطنطينية رمز رمز القسطنطينية حين كانت كانت رمزا للحضارة هذه المدينة كانت متحضرة جدا لا تشابهها مدينة أخرى في العالم على جميع المستويات الحضارية كانت تختلف في مدارسها وفي علومها وفي تطورها التقني وفي قدراتها العسكرية وفي نمط حياتها على مستوى الملابس والطعام والشراب إلى سائر شؤون الحياة كانت مثالا للمدينة القوية جدا وللمدينة المتحضرة جدا وللمدينة التي لا توجد مدينة أخرى في كل أنحاء العالم تقاربها في كل إمكاناتها المادية والمعنوية قطعا لها وجه جميل ولها وجه قبيح إنها شأن حضاري وهذه هي الحضارات لها وجه جميل ولها وجه قبيح في الوقت نفسه هذا هو الذي ينتجه الإنسان لأن الإنسان فيه من الجمال ما فيه وفيه من القبح ما فيه فآثار جماله تظهر في الوجه الجميل للحضارة الإنسانية وآثار قبحه تظهر أيضا في الوجه القبيح للحضارة الإنسانية فكانت مدينة القسطنطينية رمزا لأقوى مدينة في العالم الأحاديث التي تخبرنا عن أن إمام زماننا سيفتح مدينة القسطنطينية لا تتحدث عن هذه المدينة بالخصوص إنها تتحدث عن المدينة الأقوى في زمن الظهور نحن لا ندري لا نعرف أين تكون هذه المدينة إذا كان الظهور في زماننا على سبيل المثال ربما تكون نيويورك مثلا لأن القوة والحضارة والتقدم وكل زبارج الحياة تظهر في الولايات المتحدة الأمريكية وهي رمز القوة في العالم فيراد من القسطنطينية في زماننا نيويورك مثلا أنا لا أذكر هذا على سبيل التعيين وإنما على سبيل التقريب والمثال ولهذا حددتكم عن الرموز هذه رموز فالأعور الدجال لا يمثل كائنا بشريا والرمو رمز لا يمثلون الإيطاليين فقط والقسطنطينية ما هي أسطنبول وإنما هي المدينة الأقوى في العالم أقرب لكم الفكرة هذا كتاب العهد الجديد إنه الكتاب المقدس لدى المسيحيين الكتاب المقدس العهد الجديد إنها أناجيل النصارى وهذه الطبعة هي طبعة دار المشرق الطبعة الخامسة 1999 ميلادي بيروت لبنان جمعيات الكتاب المقدس في المشرق أذهب بكم إلى رؤيا يوحنى وهي آخر الأسفار في كتاب العهد الجديد ونذهب إلى الأصحاح الثامن عشر الحديث عن بابل فهل بابل هذه هي بابل؟ بابل اليوم خرائب لا توجد بابل على الأرض بابل اليوم خرائب والمدينة التي نشأت بجانبها مدينة الحلة ما هي ببابل؟ هذه مدينة جديدة بابل القديمة زالت لا وجود لها بقيت بعض خرائبها وبعض آثارها لكن الكتاب المقدس عند اليهود وعند النصارى يصر على بابل وعلى أنها أعظم مدينة في الأرض كانت بابل في يوم من الأيام أعظم مدينة في الأرض لذا اتخذ عنوانها واسمها رمزاً رمزاً للمدينة الأقوى فبابل ما هي ببابل؟ والقسطنطينية ما هي بإسطنبول؟ أقرأ عليكم ودققوا النظر معي إنني أضرب لكم مثالاً إذا قلتم من أن كتب اليهود والنصارى محرفة ما هي كتب السنة والشيعة محرفة أيضاً الدجالون في كل الديانات موجودون دجالوه اليهودية حرفوا الكتب ودجالوه المسيحية حرفوا الكتب ودجالوه السنة حرفوا الكتب ودجالوه الشيعة حرفوا الكتب أيضاً أقرأ عليكم كما قلت لكم من الأصحاح الثامن عشر ومن الفقرة التاسعة سيبكي وينحب عليها ملوك الأرض على من يبكون وينحبون على بابل لما سيجري عليها لماذا يبكون عليها ملوك الأرض لأن ملوك الأرض يرتبطون بها فهل في زمن بابل كان ملوك كل الأرض يرتبطون ببابل هذا الكلام ليس دقيقاً ملوك المنطقة ربما الملوك في بلاد الرافدين في الأراضي الإيرانية ربما في الأراضي التي تجاور بلاد الرافدين من أراضي إيران من أراضي عيلام وربما ما يجاور العراق من جهة تركيا وسوريا هذه البقاع القريبة الملوك والأمراء كانوا يرتبطون ببابل لأنها سيدة المنطقة لكن البابليين لا يعرفون شيئاً عن سائر بقاع العالم وإنما يعرفون الأماكن التي استطاعوا أن يصلوا إليها سيبكي وينحب عليها ملوك الأرض هذه الرؤية رؤية يوحنى تخبرنا عن مستقبل العالم إذا كان فيها تحريف ففيها صدق أيضاً لا نستطيع أن نحكم بصدقها كلها ولا نستطيع أن نحكم بكذبها كلها نصوص دينية تعرضت للتحريف وللدجل مثل ما هي نصوصنا أيضاً في كتب السنة وفي كتب الشيعة سيبكي وينحب عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها فهل يزني الملوك بالمدينة؟ إنها رموز رموز سيبكي وينحب عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها وأترفوا معها حين يرون دخان لهيبها إنها تحترق هناك لهيب وعلى بعد يقفون خوفاً من عذابها ويقولون يا ويلتا يا ويلتا أيتها المدينة العظيمة بابل المدينة القوية ليس الحديث عن بابل بما هي بابل إنما الحديث عن المدينة القوية أيتها المدينة العظيمة بابل المدينة القوية لأنه في ساعة واحدة أتى الحكم عليك نزل عليك البلاء وتجار الأرض يبكون ويحزنون عليها لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد أقوى اقتصاد في العالم اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية في زماننا فبابل في زماننا هي هي وليس الحلة هذه المدينة الضعيفة في العراق وتجار الأرض يبكون ويحزنون عليها لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد جميع الربابنة وجميع بحارة السواحل أين البحر عند بابل القديمة أو عند الحلة المعاصرة هل يوجد بحر لا في الماضي ولا في الحاضر الحديث ليس عن بابل الحديث عن مدينة عظيمة تقع على ساحل البحر جميع الربابنة إنهم ربابنة السفن والبواخر جميع الربابنة وجميع بحارة السواحل والملاحون وجميع الذين يرتزقون في البحر وقفوا على بعد وصرخوا وهم ينظرون إلى دخان لهيبها ألم يتحقق هذا المنظر ولو على سبيل الاحتمال حينما تصاعد الدخان من مبنى التجارة العالمي في نيويورك على ساحل البحر في نيويورك تقع على البحر تقع على ساحل المحيط الأطلسي السفن التي كانت تنظر من بعيد ألا تنظر إلى الدخان الذي استمر لساعات طويلة يتعالى يتعالى من مبنى التجارة العالمي قبل أن يتهاوى ذلك البناء إلى الأرض بقي لساعات طويلة النار واللهيب والدخان والذين كانوا في السفن وفي الزوارق البحرية ينظرون إلى هذا اللهب المتصاعد نحن هنا كنا في مدينة لندن لكننا عشنا أياما عصيبة عشنا أياما عصيبة على أرض الواقع كانت الأحداث متلاحقة في البلاد الغربية وخصوصا هنا في مدينة لندن كانت الأحداث السياسية والاجتماعية والنفسية أنا شخصيا كنت ألاحق الأخبار في جميع الفضائيات في جميع المحطات التلفزيونية العالمية في كل مكان كنا نلاحق الأخبار لأن الوقائع اليومية التي كنا نعايشها هنا على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي وحتى على المستوى الاقتصادي كانت تدفعنا لأن نكون جزءا من الحدث الذي هز العالم فما بالكم بالذين كانوا في سفنهم وبواخرهم في المحيط الأطلسي على مشارف مدينة نيويورك وهم يشاهدون ذلك الدخان يتعالى جميع جميع الرمابنت وجميع بحارة السواحل والملاحون وجميع الذين يرتزقون في البحر وقفوا على بعد وصرخوا وهم ينظرون إلى دخان لهيبها فقالوا أي مدينة أشبه بالمدينة العظيمة وذروا التراب على رؤوسهم وأخذوا يصرخون باكين محزونين فيقولون يا ويلتا يا ويلتا ما الذي سيجري في العالم وفعلا جرى الكثير والكثير لقد تغير وجه العالم بعد تلك الأحداث بعد الحادي عشر من سبتمبر تغير وجه العالم وتغيرت الأنظمة والقوانين تبدل كل شيء فيقولون يا ويلتا يا ويلتا أيتها المدينة العظيمة إن جميع أصحاب السفن في البحر قد اغتنوا من ثروتها في ساعة واحدة دمرت هذا التدمير كان رمزيا لمركز الاقتصاد العالمي في ساعة واحدة دمرت اشمتي بها يا سماء واشمت أيها القديسون والرسل والأنبياء لأن الله دانها فأنصفكم منها هذه الصورة أنا لا أقول بالضرورة أن تكون كما فسرتها إنما فسرتها بلسان التقريب جعلتها مثالا أردت أن أقول لكم من أن الرمزية موجودة في كل الكتب الدينية صحيح أن الكتب تعرضت للتحريف لكن الرمزية بقيت موجودة وهذا هو أحد الأسرار التي جعلت الرمزية في الكتب الدينية كي لا تصل يد التحريف إلى تلك الرموز لأن المحرفين لا يستطيعون أن يعبثوا بكل الكتب الدينية وإنما يعبثون بالجهات التي يحتاجونها فما شأنهم بالرموز الرموز لا تنفعهم ولا تضرهم إنما تنفع وتضر الذين يعرفون حقائقها فعملية الترميز في الكتب الدينية هي جزء من أسلوب المحافظة على الكثير من المعاني والمضامين لا أريد أن أخوض كثيرا في هذا المطلب لكنني جئت بهذا النص من كتاب العهد الجديد مثالا الكلام عن بابل ولكن التفاصيل لا تشبه ما جرى على بابل والجغرافيا ما هي بجغرافيا بابل الحديث عن مدينة بحرية وعن مدينة تقصدها السفن عبر البحر وعن مدينة تمثل أعظم اقتصاد في العالم ألا ينطبق هذا على الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في رمزها في نيويورك وبشكل أخص في مركز التجارة العالمي هذه دلالة الرموس وهذه تطبيقات الرموس انظروا إلى هذه اللقطة جميع الربابنة وجميع بحارة السواحل والملاحون وجميع الذين يرتزقون في البحر مدينة بحرية وقفوا على بعد إنهم يخافون الاقتراب لأن الحدث مخيف مرعب طائرات تدخل إلى البنايات فتنفجر تلك طائرات وتنفجر تلك البنايات وقفوا على بعد وصرخوا وهم ينظرون إلى دخان لهيبها صورة غريبة تتطابق مع الواقع لكن ليس بالضرورة أن يكون المقصود هو هذا الذي أشرت إليه إنما ذكرت ما ذكرت لكم على سبيل المثال والتقريب نذهب إلى فاصل غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدس في صفحة التاسعة والثلاثين بعد المائتين إنه الحديث الثاني والعشرون بسنده بسند النعماني عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث وذلك في الصفحة الأربعين بعد المائتين الحديث عن إمام زماننا يفتح الله له الروم والديلم الديلم هي البلاد التي تقع في شمال إيران وما جاورها يفتح الله له الروم والديلم والسند والهند إلى آخر ما جاء في الرواية يفتح الله له الروم إنها بلاد الروم ستكون جزءاً من الدولة القائمية وسيدخل الروم المسيحيون في دين قائم آل محمد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه الناس هنا عنوان للجميع للروم وغير الروم في صفحة الرابعة والثلاثين بعد الثلاثمئة إنه الحديث الثامن عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه دقيق النظر معي في هذا النص إنه نص مهم جدا إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا فالإمام لا يذهب بنفسه الإمام يقود المعارك بشكل مباشر وبنفسه في العراق في العراق في العراق كي يذبح البتريين اللعناء هؤلاء ليس لهم من عملية تطهير إلا أن يقضى عليهم بسيف الحجة بن الحسن مرت مرت علينا الروايات من أن الإمام يوكل أمر السفياني إلى أصحابه وقبل قليل كان الحديث عن أن أمر الأعور الدجال يوكله الإمام إلى عيسى المسيح وهكذا في سائر البلدان إلا في العراق وحينما يقوم بنبش القبرين هو الذي يباشر نبش القبرين السقيفتان السقيفتان الملعونتان سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي الإمام يباشر بنفسه القضاء عليهما إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا لأن أهل الأرض لن يقاتل الإمام لن يقاتل الإمام لأنهم سيذعنون لما يشاهدونه من الحقائق في المحاكمة المهدوية العالمية وسيذعنون لمنطق الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث إلى شعوب العالم يوميا بتكنولوجيا لا تمتلكها البشرية إلى هذه اللحظة لأن الشعوب كلها سترى أن الإمام موجود معها وليس بصورته هذا ما هو بشيء أنا أخترعه الروايات هكذا تقول وسأقرأها عليكم في الحلقات القادمة شعوب الأرض كلها حينما يقوم الإمام خطيبا حينما يعلن البيانات فإنهم يجدونه عندهم وكل أمة وكل شعب يرى أن الإمام عنده هذه تقنية لا تشابهها تقنية لا في يومنا هذا ولا في الأيام القادمة هذه التقنية المهدوية المتميزة إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول أهدك في كفك أهدك دستورك قانونك الدستور الذي يجب عليك أن تعمل به في كفك قطعا هذه تكنولوجيا خاصة صحيح في زماننا يمكن أن نحمل جهاز الكمبيوتر في الجيب ويمكن أن يظهر الكيبورد على الكف بشكل صورة ويمكن أن تظهر الشاشة السكرين في هذا الفضاء الذي أمام أعيننا هذا شيء موجود الآن وقبل سنوات يمكن أن تكون الشاشة على الكف ويمكن أن تكون في هذا الفضاء الذي أمام أعيننا ويمكن أن تكون لوحة المفاتيح على الكف لكن أصل الجهاز نحمله في الجيب مثلا إلا أن الرواية لا تتحدث عن مثل هذا هناك شيء سيكون أكثر تطورا من كل هذه التصورات إذا قام القائم بعث في أقاليم إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا لم تقل الرواية من أنه سيبعث الجيوش هذا لا يعني أن الإمام لا يبعث رايات وجيوش إلى بعض المناطق في العالم هذا موجود أيضا في الروايات وسيأتي ذكره إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم الرجلا يقول أهدك في كفك فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها هناك ارتباط مباشر مع إمام زماننا إنه يحدثهم مثلما كان سلمان محدثا عن إمامه عن أمير المؤمنين ومثلما إمام زماننا في زمان الغيبة يسقي أولياءه المخلصين كؤوس الحكمة صباحا ومساء هذه التقنيات لا تمتلكها البشرية لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل هذه تقنيات مهدوية علوية محمدية أهدك في كفك فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك وعمل بما فيها قال ويبعث جندا إلى القسطنطينية ليس إلى اسطنبول وإنما إلى المدينة الأقوى في العالم لأنه إذا ما هيمن عليها هيمن على العالم ويبعث جندا إلى القسطنطينية فإذا بلغوا الخليج القسطنطينية أسطنبول تقع على خليج فالخليج هو جزء من البحر ونيورك كذلك تقع على خليج أنا لا أريد الحديث عن نيورك لكنني أقول في زماننا إذا أردنا أن نجد معنا واضحا لرمزية القسطنطينية في هذه الأيام نيورك مدينة بحرية وتقع على خليج ويبعث جندا إلى القسطنطينية فإذا بلغوا الخليج وصلوا إلى الجزء البحري القريب من المدينة حيث تقع المدينة فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا كيف بلغوا الخليج هل ذهبوا إلى تلك المنطقة بالسفائن هل ذهبوا بالطائرات أم هناك وسائل للانتقال أخرى يبدو أن الوسائل ستختلف عن الوسائل التي نعرفها بقرينة الذي سيقومون به فمثلما سيقومون بهذا العمل جاءوا بطريقة أخرى لأن الإمامة يريد أن يظهر لتلك الدولة ولتلك القسطنطينية المتطورة جدا والتي تمتلك أرقاء التكنولوجيا يريد أن يرغم أنفها بالتكنولوجيا المهدوية الحديثة ويبعث جندا إلى القسطنطينية فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا نحن لا نتحدث هنا عن سحر وعن طلاسم إنها تكنولوجيا متطورة فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء إن الإمامة يريد أن يقول لهذه الحضارة التي تمشي على الماء أيضا فقد مر الكلام عن الأعور الدجالي من أنه يمشي على الأرض ويمشي على الماء لكن الأعور الدجالة يمشي على الماء عبر سفنه عبر وسائله البحرية أما المهدويون هؤلاء فإنهم يمشون على البحر بأحذيتهم وبأقدامهم فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء ربما هي شفرة كود يدخلونه إلى أحذيتهم ويتحركون على الماء فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء كيف يريد الإمام الصادق أن يحدث الناس في زمانه عن هذه التكنولوجيا لكن الأئمة لا يعجزون يعرفون كيف يتحدثون فيوصلون الحقائق إلى الناس في زمانهم وإلى الناس في زماننا وإلى الناس في الأزمنة القادمة إذا كان الظهور في الأزمنة القادمة يعرفون كيف يوصلون الحقائق ما هم الأول والآخر ما هم الظاهر والباطن ما هم وجه الله وذل كل شيء لكم هكذا نخاطبهم في زيارة الجامعة الكبيرة فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء فإذا نظر إليهم الروم الروم هذا العنوان الرمز الذي يشير إلى الأوروبيين في أوروبا وإلى كندا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى أستراليا لكن الحديث هنا عن مدينة عظيمة تقع على الخليج ها هم يقتحمونها يقتحمونها بتقنيات ستذهل الروم ولذا سيسلمون أمرهم إليهم فإذا نظر إليهم الروم قطعا ينظرون إليهم عبر الأجهزة وعبر عيونهم الناس ينظرون من على تلك البنايات العالية من على ناطحات السحاب إذا كان الحديث عن نيويورك أو عن المدن الأخرى التي تماثلها من مدن العالم فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء إنهم يمشون بطريقة الأعور الدجال لا يستطيع أن يقوم بها ولذا يتعجبون من حركتهم على الماء فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء قالوا هؤلاء أصحابه ولم يأتي ويبعث جندا إلى القسطنطينية ويذبح الشيعة في العراق يذبح الدجالين والكذابين والبتريين من مراجع النجف وكربلاء اللعناء قالوا هؤلاء أصحابه يمشون على الماء فكيف هو فكيف هو لا تدفعونه إلى المجيء إلينا فعند ذلك يفتحون لهم أبواب المدينة فيدخلونها من دون حرب فيحكمون فيها ما يريدون هكذا ستجري الأمور هذه رواية رواية عجيبة وعظيمة في الوقت نفسه إنني أقرأ من كتاب توفي مؤلفه سنة 360 للهجرة هذه أحاديث الأئمة هذا أحاديث صادق ألا لحنة على منهج حوزة النجا لقد حالوا فيما بين آبائنا وأجدادنا وبين ثقافة العترة الطاهرة عبر المنهج الطوسي القذر كم جميلة هذه الرواية وهي تخبرنا عن حقائق اليوم وعن حقائق الغد سلام سلام على حديثكم وسلام سلام على كل حرف من حروفكم كلامكم نور كلامكم نور وهذا هو النور يشرق بين جنبات هذه الكلمات وبين حدود هذه الحروف إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول عهدك في كفك فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك هناك اتصال مباشر مع الإمام فانظر إلى كفك واعمل بما فيها قال ويبعث جندا إلى القسطنطينية فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء أدخلوا الكوت أدخلوا الكوت فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء قالوا هؤلاء أصحابه يمشون على الماء فكيف هو لا تعاندونهم لا تدفعونه إلى المجيء إلينا فعند ذلك يفتحون لهم أبواب المدينة أية أبواب إنها المراكز العلمية مراكز القرار إنها الرادارات والأقمار الصناعية هذه أبواب المدينة نحن لا نتحدث عن أبواب من خشب أو حديث إنها الحوكمة الألكترونية وقد تكون قد تطورت تطورا عظيما إذا كان الحديث عن الأجيال القادمة وعن الزمن القادم وليس عن زماننا فعند ذلك يفتحون لهم أبواب المدينة فيدخلونها من دون حرب فيحكمون فيها ما يريدون سلام على القائم وسلام على أنصاره المخلصين ورحمة الله وبركاته جميلة هذه الكلمات جميلة جميلة وأيضا بالإجمال جاء ذكر هذا في الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار للمجلس والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي في الصفحة في الصفحة الثامنة والثمانين بعد الثلاثمائة إنه الحديث السادس بعد المائتين من حديث جابر الجعفي عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه وقد قرأت عليكم هذا الحديث فيما يرتبط بحرب إمامنا مع السفياني وببقائه في سوريا ومن سوريا ومن بلاد الشام يبعث بالألوية ثم ثم يعقد بها القائم عليه السلام ثلاث رايات لواء إلى القسطنطينية يفتح الله له ولواء إلى الصين فيفتح له ولواء إلى جبال الديلم فيفتح له إنها أقوى المناطق في العالم في زماننا القسطنطينية تشير إلى بلد الروم الأقوى إنها الولايات المتحدة الأمريكية الصين الصين وما أدراك ما الصين أما جبال الديلم إنها الإشارة إلى ما وراء بحر قزوين الديلم هم الذين يقطنون حول بحر قزوين من شمال إيران وما بعدها الإشارة إلى روسيا وما حولها وما حولها من الدول التي في نفس اتجاهها من الدول التي تحالفها هذه أقوى المناطق في العالم الإمام يبعث يبعث بثلاث رايات براية إلى القسطنطينية وبراية إلى الصين وبراية إلى جبال الديلم إلى جهة روسيا وإلى الدول التي تجاورها هذه أقوى المناطق في العالم وستكون الحركة حينما يكون الإمام قد استقر في بلاد الشام بعد القضاء على حركة السفياني الإمام يقضي على البتريين في النجف هذا القضاء على سقيفة بني طوسي وهي الأخطر والألعن ألا لعنة الله عليها ثم يقضي على سقيفة بني ساعدة إنه يقضي على رمزها الكبير في ذلك الوقت إنه السفياني اللعين فبعد القضاء على السقيفتين يتوجه إلى الأعور الدجال ألا تلاحظون أن البرنامج يأتي منسجما ومنظما ودقيقا وكل هذا يكشف عن صحة هذه الروايات وعن صحة هذا السيناريو وعن كذب مراجع النجف وعن ضلال منهجهم وعن سقف ما يسمى بعلم الرجال بعلم القنادر لأن علم الرجال ومنهج حوزة النجف والسقف مراجع حوزة النجف وكربلاء يحكم على هذه الأحاديث بالضعف لأنهم لا يفقهون معانيها ومضامينها ولا علم لهم بأحاديث العترة وماذا تحدثوا عن الظهور المهدوي الشريف يعدون ذلك من الخرافات ومن الأحاديث التي لا يؤمنون بها ولهذا سيحاربون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لكنه سيقضي عليهم سيقضي عليهم سيقضي على أبناء الزوان على هؤلاء المأبونين المأفونين الملعونين نذهب إلى فاصل صارت هذه العناوين واضحة لديكم اليهود الدجال أعني الأعور الدجال الروم القسطنطينية لا تلاحظون ترابطا كبيرا بين هذه العناوين وهذا الترابط تظهر ملامحه في منطقة الظهور اليهود في فلسطين في قارة آسيا ولكن إسرائيل المنطقة التي نشأت عليها دولة إسرائيل من أرض فلسطين ما هي من آسيا بحسب الواقع المحسوس إنها جزء من الولايات المتحدة الأمريكية بكل الحسابات ما هي بجزء من آسيا لقد جعلتها السياسة والقرارات الدولية وكأنها جزء من الولايات المتحدة الأمريكية والأمريكان موجودون موجودون في تركيا وموجودون في سوريا وموجودون في البحر في البحر الأبيض والبحر الأحمر في كل مكان من البعار وموجودون في دول الخليج العربي موجودون في كل مكان في هذه المنطقة اليهود موجودون الروم موجودون مراكز الحضارة التي تتحكم بالعالم موجودة أيضا إنها المراكز التي تنتمي إلى السلطة اليهودية وإلى السلطة المسيحية هذه العناوين موجودة بنحو مصغر في منطقة الظهور وبنحو مكبر في مناطقها الأصلية فصارت هذه العناوين واضحة اليهود الأعور الدجال الروم القسطنطينية إنها المدينة الأقوى في العالم بقي لدينا العنوان الأخير المسيح عيسى المسيح هذا النبي الذي ولادته عجيبة وشأن أمه أعجب إنها السيدة العذراء الطاهرة مريم ولادته عجيبة وشأن أمه أعجب والأعجب من ذلك بعثته ونبوته والأعجب والأغرب نهايته أتحدث عن نهايته الأرضية وكيف ارتفع إلى السماء أمره عجيب من أوله إلى آخره هذه الدرة أتحدث عن السيد المسيح هذه الدرة الثمينة رفعت إلى السماء واختزنها الباري في السماء في السماء الرابعة السيد المسيح في السماء الرابعة تحدثنا الروايات اختزنه الباري في السماء الرابعة لوليه القائم لأن القائمة حينما يظهر صلوات الله عليه تكون الحضارة بيد المسيحيين الذين يدعون أنهم أتباعه وأنهم أولياؤه وها هو المسيح ينزل إليهم من السماء إنها صورة عجيبة مثل ما ارتفع إلى السماء فإنه سينزل من السماء إلى الأرض هكذا نقرأ في الآية الخامسة والخمسين بعد البسملة من سورة آل عمران إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا من هم الذين كفروا اليهود الذين كفروا بعيسى وجاعل وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون هذه الآية عجيبة 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 جدا أول لقطة أشير إليها ما جاء مرويا عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه إنني أقرأ عليكم من تفسير القمي إنه جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية هذه أحاديث أئمتنا في تفسير قرآنهم صحيح فإن الكتاب تعرض إلى تحريف واضح وتصحيف واضح لكن الحقائق موجودة في هذا الكتاب هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان الرواية طويلة بصدد هذه الآية أذهب إلى اللقطة التي أريدها الإمام الباقر يقول بينما كان عيسى جالسا مع الحواريين هذه التي تعرف بوليمة العشاء الأخير إنها ليلة العشاء الأخير كان جالسا معهم وبعد أن انتهت مراسمهم في العشاء الأخير وأخبرهم وأخبرهم المسيح عيسى بن مريم بأنه سيرتفع إلى السماء أمام أعينهم أمام أعينهم ارتفع عيسى إلى السماء أمام أعينهم وسينزل من السماء أمام أعين الجميع ليرغم أناف الدجالين من أحبار اليهود وحاخاماتهم ومن بابوات المسيحيين وقساوستهم كي تظهر الحقيقة مشرقة ها هو الطاهر ابن الطاهرة إنه عيسى ابن مريم ماذا يقول باقر العلوم ثم رفع الله عيسى إليه من زاوية البيت وهم ينظرون إليه الحواريون الذين قد قضوا ليلتهم معه إنها ليلة العشاء الأخير فلما أكمل حديثه معهم وأخبرهم بالمجريات القادمة ومن أن القوم سيأتون لإلقاء القبض عليه فعرض عليهم من الذي سيفديني من الذي ستقع صورة عليه سيقع شبه عليه فنطق شاب منهم هذا الذي وقع عليه شبه عيسى وهذا هو الذي صلب وقتل أما عيسى المسيح لم يصلب ولم يقتل لقد رفع إلى السماء فحادثة الصلب قد وقعت لكنها لم تقع على عيسى المسيح وقعت على شبيه له الباقر يقول ثم رفع الله عيسى إليه من زاوية البيت وهم ينظرون إليه مثلما ارتفع عيسى المسيح إلى السماء بانتظار يوم القائم فحينما يحين الموعد سينزل عيسى من السماء التقنيات المهدوية في ذلك الوقت ستنقل صورة نزوله إلى جميع أنحاء العالم وهي هي التقنية التي يتعامل بها إمام زماننا حينما يلقي خطابا فكل الشعوب تتصور أن الإمام معهم في بلدانهم وليس هو في الكوفة مثلا أو في الشام مثلا أو في فلسطين في بيت المقدس أو في مصر حينما يعتلي من بره في مصر كل الشعوب وكل الأمم وكل المجتمعات يعتقدون بأن الإمام موجود معهم في بلدهم فحينما ينزل عيسى من السماء فكل الشعوب ترى أن عيسى قد نزل عندهم وهو ينزل أية حجة هذه على المسيحيين فعيسى المسيح هو الذي سيحيد الدول الغربية الدول الغربية لا تحارب إمام زماننا لا يوجد شيء من هذا في أحاديث العطرة في أحاديث المخالفين هناك الكلام الكثير عن الروم وحربهم مع المهدي تلك أكاذيب في ثقافة العطرة الطاهرة لا يوجد ذكر لحروب طويلة مع الروم لأن عيسى المسيح سيحيد الحضارة الغربية لأن الشعوب الغربية ستعلن ولاءها لعيسى المسيح وهو الذي سيقودهم إلى دين قائم آل محمد ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله هكذا سيظهره الله على الدين كله ليظهره على الدين كله الشيء الذي الشيء الذي لا يعرفه الكثيرون فإن ثقافة العطرة الطاهرة هكذا تحدثنا عن عيسى المسيح من أن الله بعد أن رفعه من الأرض توفاه قبض روحه ثم أرجعها إليه ورفعه إلى السماء الرابعة اجمعوا بين هذه الآية وبين آية أخرى في الكتاب الكريم ولا تعبأوا بثقافة سقيفة بني ساعد ولا تعبأوا بثقافة سقيفة بني طوس إني أقدم لكم ثقافة العطرة الطاهرة هذه ثقافة محمد وآل محمد في الآية الخامسة والخمسين بعد البسملة من سورة آل عمران إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك هناك وفاة ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا من الذين كفروا كفروا بك من اليهود إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا هذه الآية الخامسة والخمسون بعد البسملة من سورة آل عمران في الآية السابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة المائدة ما قلت له عن لسان عيسى المسيح لأن الله يسأل عيسى المسيح يوم القيامة وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهيني من دون الله إلى آخر ما جاء في الذكر الحكيم حتى تقول الآية التي أشرت إليها عن لسان عيسى بن مريم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم في الدنيا فلما توفيتني بعدما أمتني أخذت روحي فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ماذا نقرأ في الجزء الأول من عيون أخبار الرضا للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران هذا هو الباب التاسع عشر إنه الحديث الثاني صفحة ثلاثمية وأنا أقرأ بعضا من هذا الحديث من صفحة ثلاثمية واحد وما بعدها إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول فإنه ما شبه أمر أحد من أنبياء الله وحججه للناس إلا أمر عيسى بن مريم عليه السلام وحده فإنه ما شبه أمر أحد من أنبياء الله وحججه للناس إلا أمر عيسى بن مريم عليه السلام وحده لماذا لأنه رفع من الأرض حيا مثل ما قرأت عليكم قبل قليل بعد بعد انقضاء مراسم ليلة العشاء الأخير وفي زاوية البيت وبمرأ ومسمع من الحواريين أخذ عيسى ابن مريم يرتفع بنعليه وثيابه بكله بروحه وجسده إلى السماء لأنه رفع من الأرض حيا وقبض روحه بين السماء والأرض ثم رفع إلى السماء ورد عليه روحه وذلك قول الله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه هذا التوفي حدث بعد أن ارتفع من الأرض فما بين الأرض والسماء توفي عيسى المسيح وبعد ذلك ردت روحه إليه وارتفع إلى السماء الرابعة لأنه رفع من الأرض حيا وقبض روحه بين السماء والأرض ثم رفع إلى السماء ورد عليه روحه وذلك قول الله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه وقال عز وجل حكاية لقول عيسى عليه السلام يوم القيامة وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد حديث حديث الإمام الرضا حديث طويل أخذت منه موطن الحاجة والوقت صار طويلا للحديث صلة سنكمل الحديث عن الطاهر ابن الطاهرة عن عيسى المسيح ابن الطاهرة العذراء مريم سلام الله عليهم في حلقة يوم غد نلتقي على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا كما هو حال عيسى ابن مريم نلتقي على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي بتريونهم مراجع النجف وكربل بتريونهم والهوى والهوى بتريون أتمنى أن تقارنوا بين هذه الثقافة التي تقدمها لكم قناة القمر وبين الثقافة التي تقدمها لكم حوزة النجف وكونوا صادقين في حكمكم وصادقين مع أنفسكم ومنصفين لأنفسكم لا أطالبكم أن تكونوا منصفين معي فإنني لا أعبأ لا بأحكامكم ولا بأنصافكم أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله